في مقابلة أخيرة مع تلفزة المرابطين قلت أني أعلم أن في المدينة تسعة رهطين وأنه يوجد أيضاً فيها كثير مثل تأبط شراً وحمالة الحطب والسليف من السلكة لكني أعلم أيضاً وأتمنى وأرجو أن يكون فيها رشداً أن يكون فيها عقلاء يجنبون موريتانيا ما نخشى أن نقع فيه اليوم لم أكن أعتقد ولن أستطيع أن نتصور أن يجري ما جرى اليوم في هذه الظروف الدولية الصعبة والوطنية الصعبة كان علينا أن نسعى ونحن ندعي أننا نسعى للوحدة الوطنية وللوئام الوطنية كان علينا أن لا نصل إلى ما وصلنا إليه وكان علينا أن لا نوجه وندك نوجه أسلحتنا من أجل دك نظام وطني كان يعمل لصالح موريتانيا ورجالاً وطنيين كانوا يعملون وما زالوا نعملون لصالح موريتانيا ونترك الأرض ضراغاً للمفسدين ولمخربين شكراً لكم وما زلت أتمنى أن يتحرك العقلاء لتجنب هذا الخطأ